ينضم إلينا من العريش رمضان المطعاني مراسل القاهرة الإخبارية رمضان أهلا بك لو تطلعنا على آخر التفاصيل لديك هناك نعم وصلت الطائرة الكويتية منذ قليل إلى مطار العريش وتحمل على متنها 40 طن من المساعدات سواء المساعدات الطبية وكذلك الغزائية وأيضا تحمل على متنها قرابة سيارتي إسعاف إحدهما تعمل بالطاقة الشمسية والأخرى عبارة عن غرفة عمليات مجهزة بالكامل نظرا للأوضاع المتدهورة في قطاع غزة هذا الجسر الجوي ما بين مطار العريش وما بين الكويت قد أعلن عنه في عدد من الأيام الماضية وتم وصول هذه الطائرة لتكون هذه هي الطائرة السادسة على التوالي التي تأتي إلى مطار العريش وذلك بحسب التصريحات الخاصة بسفير الكويت هنا في مصر غانم الغانم الذي كان هنا في زيارة مع إحدى الطائرات هنا في مطار العريش وقال أن هذا الجسر سوف يستمر إلى يوم الاثنين القادم ومن الممكن أن يزيد في الأيام القادمة هذه السيارات أيضا التي جاءت سيارات الإسعاف تكون الكويت قد أرسلت خمس سيارات إسعاف مجهزة بالكامل وأيضا بعض المعدات الأخرى مثل معدات رفع إحدى المعدات التي وصلت عبر إحدى الطائرات منذ أيام والثانية التي وصلت اليوم على هذه الطائرة وهي عبارة عن جرار لرفع الأشياء الكبيرة وثقيلة أيضا يعني من خلال المتابعات في مطار العريش على مدار الإيام الماضية كانت أكثر الطائرات التي أتت إلى هنا إلى مطار العريش كانت هي من تركيا عبر عشر طائرات تحمل على متنها قرابة 180 طن من المساعدات هذه المساعدات تنوعت ما بين المساعدات الطبية وكذلك المساعدات الغذائية والأسر الخاصة بالمستشفيات وأجهزة التنفس وكذلك بعض الكراسي المتحركة أيضا التي يأتي في المرتبة بعد تركيا هي دولة قطرة التي أرسلت عدد من الطائرات تبلغ قرابة 6 طائرات تحمل على متنها قرابة 140 طن من المساعدات هذه المساعدات التي تنوعت ما بين أيضا الطبية وكذلك المساعدات الغذائية وكذلك بعض الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفيات أيضا من خلال الجسر الجوي الذي أنشأته الجزائر ما بين الجزائر وما بين مطار العريش وصل إلى مطار العريش في الأيام الماضية أربع طائرات جزائرية تحمل على متنها قرابة 120 طن من المساعدات المختلفة أيضا هذه المساعدات كانت بعضها المواد الغذائية الجافة وكذلك المواد المعلبة وكذلك أيضا المسلزمات الطبية الحارجة التي يحتاجها قطاع غزة بشكل عام على مستوى المنظمات الدولية يعني وصل حتى اليوم إلى مطار العريش ومنذ فتح مطار العريش في الثاني عشر من أكتوبر من الشهر الماضي قرابة ثلاثة عشرة طائرة من المنظمات العالمية ما بين منظمة الصحة العالمية وكذلك منظمة اليونسيف وأيضا منظمة الفاو ومنظمة الأغزية العالمية هذه عبر ثلاثة عشرة طائرة أقلعت من مطار دبي وحتى مطار العريش ومطار دبي كما نعلم وذكرنا في الخدمات الإخبارية السابقة أن مطار دبي هو المطار الذي خصص للمساعدات الدولية الخاص بالمنظمات الأممية التي تعمل على استخدام هذا المطار من دبي تجمع في كل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة ومن ثم تنطلق إلى مطار العريش الدولي هذه الصورة برمتها حتى الآن وصلنا إلى 55 طائرة تمساعدات سواء من دول العالم المختلفة وحتى من المنظمات الدولية هذه الصورة الكبيرة التي تعمل هنا في مطار العريش من خلال الهلال الأحمر المصري الذي يعمل على استلام كافة هذه المساعدات الكبيرة ويتم أيضا من خلال الخدمات الأرضية المتواجدة هنا بمطار العريش ومن ثم شحن كل هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة بمختلف أنواعها عبر السيارات والقطيرات الخاصة بالهلال الأحمر المصري ثم يعاد تخزينها مرة أخرى في المخازن الخاصة بالهلال الأحمر المصري وكذلك المخازن الخاصة بمحافظة شمال سيناء عبر السلطات هنا والتنصيق ما بين الطرفين أيضا الهلال الأحمر الفلسطينية تم التنصيق ما بين الهلال الأحمر المصري هنا لمعرفة ما هي المواد التي يحتاجونها ذات الأولوية التي يمكن إرسالها وهذا ما أريد أن أسألك عنه بالتحديد رمضان يعني هل تم تحديد المواد التي يتم احتياجها أو هل حدد الهلال الأحمر المصري لتلك الدول وفق التنسيقات التي كانت بين الهلال الأحمر المصري والسلطات المصرية والدول التي ترسل هذه المساعدات هل تم تحديد المواد التي يراد تزويد المطار أو تزويد هذه القوافل بها يعني هل هناك مواد معينة تم ذكرها من قبل الهلال الأحمر المصري وفقا لمطالب الهلال الأحمر الفلسطيني يعني تأتي المواد الطبية والمسلزمات الطبية والأجهزة الطبية على رأس هذه الأولويات الخاصة بالهلال الأحمر الفلسطيني وكذلك أيضا الهلال الأحمر المصري ومن خلال الطائرات المتواجدة هنا يتم شحن هذه الطائرات مباشرة خاصة التي تأتي عبر المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية التي أتت عبر عدد خمس طائرات محملة بعشرات الأطنان من المواد الطبية وكذلك المسلزمات والأدوية أيضا عبر الطائرات التي أتت من تركيا التي تحمل العديد من الأجهزة الطبية وكذلك المسلزمات الطبية وغيرها من أجهزة التنفس الأخرى وكذلك استوانات الأكسوجين كل هذه يتم التنصيق ما بين الهلال الأحمر المصري وكذلك الفلسطيني في الجانب الآخر لكي يكون هناك القطيرات المتواجدة هنا التي تنطلق من العريش عبر معبر رفح لكي تدخل إلى قطاع غزة تكون لها الأولوية في الدخول كما رأينا عندما دخلت أولى الشحنات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح كانت هناك كمية كبيرة من الأدوية التي يحتاجها قطاع غزة وذلك بالتنصيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري كل السكر لك رمضان